السلام عليكم اليوم ان شاء الله سوف تشوفه معي اسهل وصفة لتحضير تيراميسو اقتصادي بزاف لا نحتاجه فيه البيض لا نحتاجه البيض لا نحتاجه البيض نهائيا لا نحتاجه نوع معين من الاجبان سوف نخدمه بابسط المقادر و بابسط المكونات بالحويجات المتوفرين لنا كاملين والذي نقدره غزال مطاق كريمي في القوام نحتاجه من الوقت ونقوم بسرعة المهم ان تقوم باستخدامه و اذا جربته سوف يجبك اول مكونات سوف نحتاجه فلومفاني نحتاج سشية كبيرة فلومفاني فلومفاني يعطيك اول شيء يجب ان تكون اللون الزوين كريمه التيراميسو لن يكون لسفر هذا الفلون فاني سوف أعطيكم الوين الزوين و سوف أعطيكم قزوين سوف ندوب معك الصغير الحليب غير صغير الحليب سوف نخلطهم جيدا و نردهم فوق البطاة طيب بطريقة عادية حتى نطيبوا الفلون غير طيغلة سوف يكون عندكم رهواجة تطفو على البطاة و تضعوه على جنب حتى يشد راسه و يبرد سوف نخدم به بارد و ليس صغون بالنسبة للباقي المكونات سوف نحتاج 100 جرام من بودرة شونتي أو العلبة شونتي اللي كتكون فيها 100 جرام أو 90 جرام اللي بغى ياخده بالعبار ياخده اللي كي ياخد العلبة ياخده بحل بحل غير هو العبار كي يطلع اقتصادي و سوف نحتاج معها واحد الكاس عنبه من الحليب يكون بارد و مزيال سوف نحتاج القهوة إما قهوة سريعة الدوابان أو لا قهوة الإسبريسو قهوة سريعة الدوابان سوف نحتاج الكيميات تكون قليلا كيف يريد القهوة و سوف نحتاج العلب من جبن كريمي أنا خدمت بالبرلي العلب من جبن كريمي سوف نحتاج العلب من جبن كبار من جبن كريمي بالبرلي نحتاج العلب من هذا البسكوة بالتراميسو بالنسبة له البسكوة الممكن تعوده بأي نوع بيسكوة باية ولكن هذا موجود او 8 يمكن تقريبا 10 او 11 درهم وموجودا لان نتلقاوه في بيه ومتلقاوه بزافة الاسواق التجارية موجود كي يتباع اول حاجة غادي ناخد الحليب يكون بارد مزيان كسعن بحليب بارد مزيان غادي نطلعوه مع الشانتي 100 جرام دير بودرة الشانتي المدة 10 دقيق تقريبا إلا كنتو غددوا الكريمة السائلة من طبعه لا تحتاجوش الحليب غادي تطلعوها غير بوحدة والكريمة السائلة تكون حلوة او ممكن تزيد عليها السكر هنا لدي الكريمة حلوة نطلعها غير بوحدة حتى تطلع مزيان سوف نزيد عليها الفلون الذي يكون عندي برد الفلون سوف يبالي يكون لونه غامق لانه مخلطه مع نصف لترمي الحليب بردت لي غير كويس غير الحليب هذا الشيء مركز سوف نزيد البرلي يجعلها بكبار دي البرلي التي قلت لكم في الأول و البرلي سوف تترى سكر ماشي المسوس خديته أحلو إلا كنتو غادي تخدموا بالمسوس سوف تزيدوا السكر من طبيعة الحل حتى إلا كنتو غا تخدموا بجوب كريمة عادي سوف تزيدوا سكر يعني كيبقى الحلوة غيه لحسب الرغبة زلت واحد جسة الشيء تاع سكر تلفاني أو لو ممكن تدروا شوية دينك هاتفاني هو راغي فلون تلفاني كيعتكم مدق زوين يعني حتى لو مدرتوش الفاني كيعتكم مدق زوين خلطة ديك الكريمة مع باقي المكونات الليزت تلفاني والبرلي والفلون حتى تخلطوه ليه مزيان سوف تكون عندي الكريمة واجدة هنا القهوة بما أنه لدي مجهد او مراز تلع شوية دين السكر لأنه بقي غير كاكاومور اللي ما بغى شي كتر الحلوة ممكن يستغنى على السكر في هذه المرحلة هاتي سوف يوجد سيبور أو لا طبق فجأة نقدم هذا تيراميسو ووجبت واحد الساخت غادي يعاولني في الخدمة او لا كادر مربع بحل بحل ممكن يعني تديروا حتى لمول ديالزاش ممكن تخدموا بهم بحل بحل لنأخذ البيسكويت سوف تصحف القهوة ولا تنريده سوف نقوم باستخدامه لانه يتالي يشرب سوف تفرسط لكم في ديالزاش ويجب أن يكن يديره في القياس من بعد أن سوف يسمح الى ثلاجة وذلك المالي يجب أن تتلق لكم من الجنب سوف نقوم باستخدامه سوف نستطفه طبقه غير هكا ندير الخيجة مثلا أنا شبليس يكون عندي خويل نقطع قليلة من البيسكويت ونختصه في القهوة ونصفها كجنيبات حتى نعمر هذه الطبقة خصوصاً طبقة الأولانية تريد أن تكون عمرها جيداً لكي تهزلي الكريمة لا يزال الطبقة الثانية مشكلة لأنه يستطيع البيسكويت الشفائي ولكن الطبقة الأولى نحاول نعمر هذا السخك الكامل نعمر الجنيبات إلا عندي شيء فراغ نقطع شوية البيسكويت ونعمر نأخذ الكريمة التي لديها نقسمها على زوج الكريمة ستبدأ في الأول خفيفة ولكن رغي تدخل طلاجة تشد طرصة وغذالة يعني قاب طرصة ويأتي كريمية في نفس الوقت أخذت نصف كيمية الكريمة نقسمها على زوج سأخذ نصف الكيمية هي التي سأخذها في الطبقة الأولانية نحاول أن نزرها جيداً وسأخذ طبقة الأخرى البيسكويت البيسكويت هنا قسمتها على زوج لأنه لا يبقى عندي كيمية كبيرة عمرت الطبقة الثانية جيداً نحاول أن نضعه في الطبقة الثانية وحتى هو نضعه في القهوة ولكن نرده البالي إذا قلت لكم تشرب كثير من القياس سأخذ لكم الماء يعني سأخذ لكم الماء وإنما سأخذ لكم القهوة يعني سأخذ لكم هكذا السائل فوسط من الكريمة والجناب سأخذ لكم كثير من القهوة هذا على لشيء يعني سأخذ لكم شرب نحيده قمت بتطبيق الأخيرة الكريمة سأخذ لها جيداً في هذا الساكل نقضيها ونحاول ندخلها مع الجنب لأنه ضروري يكون لكم شوية الفراغات بين البيسكويت نحاول ندخلها بين الجنبات ونحاول ندخلها لأجياء البيسكويت سأخذ لها جنبات ونحاول ندخلها للتلاجة تبات ليلة كاملة من الأفضل تقدروا تخلي واحدة ستتصويح ولكن أنا سأخذ لكم تباتوا ليلة كاملة كلما بات كلما الكريمة جاءتكم مغزالة وقبطة رأسها وكيكت لكم كيكت لكم كيكت لكم ونحاول نقطعها بشيكيك هنا سأخذ لها بات ليلة كاملة قبطة رأسها جيداً part of the cocoa الطريقة الاعتياة بالكاملة خeye'm the cocoa لم تكن جيدة كواست tre pasta من المشكلة من المشكلة لا تبات لأجياء الهزين المنظمة أن يكون مدفعة جيدة لها جيدة تكون حالة المستشعر الesses الضرب آخر ما يستفع obras السرعة سأخذFORE يكون مضاق تلو مضبين اغطي تيراميسو جيدا من بعد ان يحيد الساخل و ترى ان تحيد بكل سهولة لا تسقط في الكريمة لا تسقط في دراسها نحيده ضغية ضغية و سنقطع معكم و ترى ان يأتي بحل كيك و يأتي واقف الكريمة و لا تدرسها من ذلك الرفع و في نفس الوقت نحن نريد أن نأكلها كريمية و لا تشعر بها و لا تشعر بها خفيفة و كريمية و وخة وقفة و لكن تدوب في الفم و ترى انتو مغيبا لكم القوام بها كيف ترى و بالنسبة لما تقرأ بانينا لا يحتاج نعمل بباد حاولت لا نعمل بماسكا حاولت نعمل بشيئ بسيطة لما يمكن اي واحدة تجربها ولكن ستجربها بصراحة يعني يجربوها على ضمانتي كتير رائعة بنينة بثاف ما كان شفر كبير بينها و بين تيراميسوديا يعني حتى تحصو بها بالعكس خفيفة و كتاكلوها و إلا جربتوها و ستجربكم و ستجربكم و ستجربكم لكم و ستجربكم و ستجربكم وراء من الله و ستجربكم بشث ولكن ستجربكم بس نعمل بما و ستجربكم بمشاهدة و ستجربكم بس شفرا